تضمنت خطة التعافي الاقتصادي 27 برنامجاً وطنياً توزعت على خمس أولويات وطنية شاملة تهدف لدعم وتعزيز قطاعات الاقتصاد الوطني نعم الزميل يحيى العمري يستعرض أولويات الخطة وبرامجها في سياق التقرير التالي مرحلة جديدة من العمل الوطني الجاد تسعى لدعم الاقتصاد الوطني وفق خطط وطنية مدروسة واستراتيجيات شاملة تهدف للتعافي الاقتصادي مبنية على خمس أولويات واضحة الأولوية الأولى هي خلق فرص عمل وعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتهدف لتوظيف عشرين ألف مواطن وتدريب عشرة ألاف آخرين بحلول عام 2024 وذلك من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل وأيضاً من خلال حزمة برامج لصندوق العمل تمكين الأولوية الثانية جاءت بعنوان تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها وتهدف هذه الأولوية إلى استقطاب الاستثمارات من الخارج بقيمة تفوق المليارين ونصف المليار دولار من أمريكي وذلك بحلول عام 2023 وقد وضعت الخطة العديد من البرامج لتحقيق ذلك منها تطوير نظام سجلات وتسريع إصدار التساريح إضافة لإطلاق نظام إلكتروني للتخطيط العمراني وإطلاق منصة الأراضي الحكومية وغيرها من البرامج الأولوية الثالثة تركز على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتهدف الأولوية إلى إطلاق مشاريع استراتيجية في مملكة البحرين بقيمة تفوق الثلاثين مليار دولار أمريكي وذلك من خلال إطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة وأيضا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى الأولوية الرابعة جاءت بعنوان تنمية القطاعات الوعدة وتهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى 5% في عام 2022 وذلك من خلال إطلاق استراتيجيات وطنية للعديد من القطاعات منها قطاع النفط والغاز وقطاع السياحة والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات المالية وأخيرا قطاع الاتصالات الأولوية الخامسة والأخيرة جاءت بعنوان الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي وتهدف هذه الأولوية إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 ولها العديد من البرامج أبرزها خفض المصروفات التشغيلية للحكومة وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع وضبط المصروفات للقوى العاملة وتعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه وغيرها من البرامج أهداف وطنية شاملة تسعى هذه الخطة لتحقيقها وصولا إلى التعافي الاقتصادي المنشود تتضافر جهود جميع المؤسسات والوزارات والهيئات لإنجاحها وتنفيذها بإشراف متواصل ودعم لا متناهن لتحقيق واقع اقتصادي جديد محوره الوطن والمواطن الكريم